السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا وطالباتنا الفخمين جيل 2007 ان شاء الله احنا مستمرين معكم في حصص التأسيس زي ما قلنا لكم بدي ابلش معكم مش من الصفر من تحت تحت الصفر حتى تدخل على المادة قد حالكم وتكون قوي جدا احنا نظمنا حصص التأسيس حتى تكون انت منظم كمان معي وما ارمي عليك كل المعلومات مرة واحد قسا التأسيس صح مش طويل كثير كثير لكن بهمني يكون منظم انت تأخذ المعلومة وتروح تطبق عليها وتتقنها بالدرج من السهل للصعب تمام؟ اخر شغلة اخذناها الحصة الماضية انه تعرفنا على الاقترانات صح؟ حكينا الاقتران التربيعي والتكعيبي اليوم عندنا موضوع مهم جدا جدا كيف نعوض في الاقترانات موضوع نار نار كيف نعوض في الاقترانات ماذا يا عمري؟ بتعطيك طريقة حلوة في الحل شان انت تكون قد حالك اذا هاي الحصة الخامسة في التأسيس اذا الحصة الخامسة هاي تأسيس حصة رقم خامسة يضع كيف هاي عنوانها؟ نعوض في الاقترانات اللي اخذناها وشرحناها قبل بس هيك موضوعنا طبعا هذا موضوع جدا نصنق كل الوحدة الاولى والثالي تعتمد على التعويض نتعش تعوض مصيبة بس في عندي ملاحظات مهمة جدا خلن ناخذها قبل ما نورط حالنا في الحل اول ملاحظة السالب يهمل في حالة الأس الزوجي والتربيعي ملحوظة مهمة جدا السالب يهمل في حالة الأس حالة الأس مش هطين الأس حالة الأس الزوجي والتربيع كيف يعني لو أعطيتك عدد هاي عدد ها مثلا سالب اثنين عليه تربيع ركز معي وانت تحل رحيطلع معك هاي الأشكال انه عدد سالب عليه قوة بس القوة شو نوحة زوجي شو يعني زوجي يعني اثنين اربعة ستة ثمانية اذا كان عندك عدد سالب مش القوة العدد التحت اللي هو الأساس إذا كان عندك عدد سالب عليه قوة زوجية طنش القوة يعني السالب شو ما لها تهمل بس شو باشتغل بالثنين شو معناه الثنين تربيع معناه الثنين ضرب الثنين أربعة هاي الفكرة تبعتنا دائما أي عدد مسل المسلحة أي عدد Theo علي قوة زوجية يهمل السالب ي特 anyway أي عدد سالب Sharer سالب ثلاثة تربيع مرة ثانية أي عدد سالب عليه قوة زوجيه أو تربيعيه يهمل السالب لحاله بس شو معناه ثلاث تربيع مش تقول لي美味иса d معناها ثلاث رب ثلاثة تسعة. كمان واحدة. سالب واحد عليه تربيع. اي عدد سالب عليه قوة زوجية او اثنين يهمل السالب لحاله بس. شو معناها واحد تربيع معناها واحد ضرب واحد. واحد. هاي الفكرة التي تعرف لها. طيب. كمان ملاحظة ثانية شان ندخل قويين على التعويض. السالب لا يهمل. ها شو كيف هضولة ثنتين عكس بعض. في حالة. الاس. الفردي. والتكعيبي. ما فهمت. يعني مثلا. عندك. ها. سالب اثنين عليها قوة ثلاث. سالب اثنين عليها قوة ثلاث. فلاش تفكر له هاي معها. هاي مع التكعيبي. هاي تكعيبي. هاي تكعيبي. يانا. قلنا. سالب عليه تكعيبي. يبقى السالب. ركز على العبارة هاي. سالب عليه تكعيبي يبقى السالب. شو معنى اثنين تكعيبي. اثنين تكعيبي معناها ثمانية. اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين. كمان واحدة. شو معنى سالب ثلاثة تكعيبي. ركز على هاي العبارة. عدد سالب عليه تكعيب يبقى السالب في الجواب ما بروح من زي زوجة سالب بظل ثلاث تكعيب اللي هي 27 آخر واحدة سالب واحد تكعيب شو بطلع جوابك السالب مع التكعيب يبقى واحد تكعيب اللي هي واحد هذول الملاحظات دونهن عندك رح نشتر عليهن زي الناس نبدأ وحدي وحدي أول إشي رح أعودك كيف تعود في اقتران نخطي الاقتران الخطة اللي هو أسأل اشي مش الثابت ده أبلش بالخطة اللي هي أسبابي رح أعطيك اقترانات خطية وقل لك عوض فيها نبدأ واحد إذا كان F X يساوي 5 X ناقص 3 هذا الاختران شو نسميه اقتران خطي شرحنا الحصة الماضية ليش خطي لأن القوة إيش عندك هون واحد دائما إذا كان المتغيرات اللي جوه الاختران بس تحمل أعلى قوة واحد بكونيش خطي جد ما يلي أيوة بدي F لاثنين بدي F تقدر أحطه هون F السالب الثنين كمان واحدة F السالب الثنين جميل و F الصفر و F لاثنين حط او لاخدنا سالب الثنين حط F الواحد يمكنكم ركزئين معي عشان تفعر ماذا install ضروريات جدا انت عا récupتنا شو معنى F الاثنين ف السالب الثنين معناها صورة الاثنين يعني بدي منك صورة الاثنين طيب F السالب الثنين بدي صورة السالب الثنين F الصفر بدي صورة الصفر F الواحد صورة الواحد شوف ما أجملها بدك ف الاثنين بدك تروح على الاقتران أسأل مين اللي بده يتبدل هاي الاقتران الثوابت زي الخمسة والثالثة الثلاثة باللعب الشبية اللي بتتغير مين هو بس الاكس يعني انت لازم صير تعوض وين تروح على الاقتران وصير تبدل الاكس وتحط طرق المدية يعني مثلا بدي ف الخمسة بتروح على الاكس بتشيلها وبتحط محنة خمسة يلا ركز معي ف الاثنين صورة الاثنين يعني شو معناها يعني روح على الاقتران اللي موجود في السؤال باستصلها باستصل عند الاكس شيلها وحط محنة اثنين يلا قولي يا الله شغل ثاني كمان اي رقم ملزق بالاكس شو بكون بناتهم ضرب أسأل في كثير شغلات في الرياضيات تنكتش لك تعرف لحالك يعني زي هيك مثلا لما اقول لك مثلا ستة اكس هاي شو معناها معناها ستة ضرب اكس يعني العلاقة بينها توم ضرب بس بكتبها ش وصلت يلا ارجع شو معناها في الاثنين قلنا عوض الاثنين في الاقتران يلا بلش قص خمسة قلنا الارقام بتحكيش ما حاب تنزل شو بين الخمسة والاكس ضرب هاي بحط ضرب وصلت الاكس اول ما اتصل الاكس بدلها وشو بتحط محلها تحط محلها الرقم المطلوب اثنين اتعلم دايما اي رقم من بناتهم ضرب بحطهم داخل قوس هاي ناقص ثلاثة بتجند يلا يا عمري شاوي خمسة ضرب اثنين دايما اخذناها بالاولويات الاولي دايما للضرب خمسة ضرب اثنين عشرة ناقص ثلاث شو بطلع جوابك سبع يا 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 شوف لها هاي بحلو سالب اثنين ركز معي بنبلش قص لو عند الرقم الخمسة بتنزل شو بين الخمسة والاكس ضرب بحط ضرب وصلت الاكس شو بحط محلها سالب اثنين ها انت دائما ليش عطت السالب حسب الرقم بدي اياه قل لك مثلا بدي اف كرسي بشي للاكس بحطه محلها كرسي البدي اياه بحطه بده اثنين بحط اثنين بده ثالث بحط ثلاث كمل ناقص ثلاث يلا خمسة ضرب سالب اثنين خمسة ضرب سالب اثنين سالب عشرة بتكون حافظة قواعد الاشارات موجب ضرب سالب سالب خمسة ضرب ثانب سالب عشرة ناقص ثلاث زي ما علمناك في الاشارات اذا كانت الاشارات متشابهة هيا اشارات متشابهة دائما منجمع مناخذ ايش نفس الاشارة عشرة زي ثلاث 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 ومناخذ نفس الاشارة بشي تخربط مرة ثانية اذا كانت الاشارات متشابهة منجمع ومناخذ نفس الاشارة دور اف الصفر نفس الاشي ببلش قص الخمسة بتنزل ضرب بدلك شو بحط صفر بسكر القوس ناقص ثلاث عادي دائما الأولوية للأقواس ضرب بي خمسة ضرب صفر صفر أستاذ ماهر ناقص ثلاث هنا يبدأ الغباء عند الطلاب صفر ناقص ثلاث يقول لك صفر يا حبيبي الصفر في الرياضيات بالجمع الطرح لا بهش ولا بنش بالجمع والطرح لا بهش ولا بنش حط إصبعك عليه كامل يعطيك طريقة مرتبة بالجمع والطرح إذا جاك صفر غطي كامل شو بظل عندك بظل رقم مع إشارته صفر جوابك سالب ثلاث بدي أفل واحد يعني صفر الواحد نفس الشي بيبلش قص الخمسة بتنزل شو بين الخمسة والإكس واحد دائما أي رقم ملزق بالإكس بكل بيها تنضرب ناقص ثلاث يلا الأولوي دائما للأقواس خمسة ضرب واحد خمسة ناقص ثلاث اتعلم على الإشارات إشارات شوشار تزاد إشارات مختلفة وتشابهة المختلفات دائما منطرح الثنين والأكبر اللي هو موجب إذن هاي هي طريقة التعويض إحنا قدنا شي نقص قص بدناش نسحب مرة واحدة تعطيك خطوة خطوة أسلحنا شغالين بالإختران الخطي نأخذ كمان واحد خطي يلا أفل إكس يساوي ثلاث ضاقص أربعة إكس هل هذا خطي؟ معناها صورة الواحد يعني روح على الإقتران بس تصل الإكس حط محلها واحد الآن ببلش قص أسأ أكثر طلاب عينوا على الإكس يعمي ماشي أنت بس بعدك مش واصل الإكس أنت بعدك حضرتك مش واصل الإكس هاي هي الإكس شفتها؟ طيب ببلش قصة دائما ببلش من بعد المساواة شوك في طريقة بحسنها؟ الأرقام بحكيش واحد بنزل الناقص بنزل الرقم بنزل أها وصلت الإكس شو بين الأربعة والإكس؟ ضرب بحط ضرب الإكس وصلتها بدل شو بتحط محلها واحد هالصعد شو كيف الغباء عنده الطلاب؟ إذا ما اشتغلت على الأولويات بتدمر حالك دائما الأولوية للضرب قبل الطرح أسأ الأربعة والواحد ضرب وفي ثلاث ناقص أبلش بالضرب ولا بالطرح لا بالضرب يلا بلش ثلاث بتنزل ناقص ثلاث أربعة ضرب واحد أربعة تساوي للطلاب اللي بعدهم ضعيفين بالإشارات هاي بعطيك طريقة بيدئية أي رقم ما فيه قدامه إشارة حط قدامه زائد تفرج عليه شو صارت؟ مختلفات والمتشابهات مختلفات ساذ ما؟ إذا كان مختلفات بطرح واحد أربعة ناقص ثلاث واحد اطرح العادي من الأكبر الأربعة ولا الثلاث؟ الأربعة بأخذ إشارة اللي هي سالة بروح لي على السالب واحد نفس الإشي ببلش قص الرقم ثلاث بنزل الناقص بنزل الأربعة بتنزل استاذ وصلت الأكس هاي بحط ضرب شو تحط ده الأكس؟ سالب واحد عشان ما تخربط دايماً أي علادين بناتهم ضاب بحطهم داخل القوس يلا جاو الثلاثة بتنزل والسالب بنزل خش على القوس موجب ضرب سالب سالب في الرياضيات موجب ضرب سالب سالب خذ انت بعدك مش حفظ إشارات نصيحة مني يخلي الإشارات قدامك ثلاثة وانصرنا أربعة ضرب واحد أربعة إشارتين وتتابعتين واربعات شو بصيروا زاد؟ دائماً إذا كانوا سالبين واربعات شو بصير جوابك زاد؟ ثالث زاد أربعة سبعة تعالي على هاي F لاثنين F لاثنين يلا عوض الثلاثة تنزل الناقص بنزل بحط قوس وصلت الأربعة هاي الأربعة بتنزل الساد ماء شو بين الأربعة والإكس؟ ضرب شو بديو حط بدل الإكس؟ الثنين يلا تساوي دائماً اتطرح بأجله هاي هاي أجلت جمدت الثلاثة وجمدت الناقص وضرب أربعة ضرب اثنين ثمانية صح حسب قواعد الإشارات هاي إشارتة زاد زاد ثلاثة ناقص ثمانية إشارات مختلفة منطرح من الأكبر اللي هو السالب ثمانية ناقص ثلاثة خمسة والسالب شوف للسالب الثنين هاي حلو يلا ثلاثة بتنزل قلنا الناقص بنزل الأربعة بتنزل وصلت الأكس بحط ضرب لكن شو بديو حط بدل الأكس؟ سالب الثنين عشان ما تخربت دائماً اللي بناتهم ضرب بحطهم داخل أقواس يلا سوق ليش؟ لن دام الأولوي للضرب أول شيء أضرب أم لا أطرح؟ لا أضرب عشان هيك هاي بنزل الثلاثة زي ما هي والناقص زي ما هي أربعة ضرب سالب ثنين سالب ثمانية إشارات متتابعة متشاربة وصلت جوابها ثلاثة ثلاثة زي ما هي ثلاثة زي ما هي احد عش ماشي يا عمري ماشي تعالي على الصفر اف الصفر يلا ثلاث ناقص أربعة ضرب صفر سكر القوس تساوي ثلاث ناقص صفر شو بطلع جوابك؟ ثلاث هاي الاقترار الخطي بدي أعطيكو أنا واجب للحصة الجاي بدينا نشوفه واجب الكل يتابع معي ويبعث لي على إيش؟ علشان نشوفه هاي اف هذا سؤال واجب اف الاكس يساوي واحد ناقص اثنين اكس هاي واجب بدي طلع لي جد اف لاثنين هاي جد بدي اف السالب واحد اف السالب اثنين و اف الصفر يا كبير هيك احنا علمتك كيف تطبق في الخطي نيجي الاقترار الاقوى منه اللي هو التربيعي كبير شو حكينا قم شو عبارة مهمة جدا قلنا التربيعي السالب يهمل في الأس التربيعي هاي اذا ثانيا هاي اثنين راح نأخذ اسئلة على الاقترار التربيعي شو بترف على الاقترار التربيعي اقترار التربيعي يا عمري شو بكون بكون اعلى قوة في واحد اعطيني مثال خلنشوف اف الاكس يساوي مثلا ثلاث اكس تربيع ناقص اثنين اكس زائد واحد هذا الاقترار شو بسموه بسموه اقترار تربيعي طيح ماشي لانه اعلى قوة اثنين جيد ما يعني طبعا هذا بيخليك اقوى من رضاك نبدأ بدي اف للاثنين واحدة واحدة في ناس بيفكر لازم ابدل بس الاكس اللي هو لا كل الاكسات بتبدلها يا حبيبي ان شاء الله في عندك مليون اكس اذا انا مين رح ابدل هنا هاي الاكس هاي واحدة رح ابدلها شو حط محلها اثنين وهاي كل اكس موجودة في الاقتران شو بدي حط محلها اف لاثنين بدي حط محلها اثنين شو معنى اف لاثنين يعني بدل الاكس تاعت الاقتران بلش قص شو قلنا دير ببلش معنى المساواة الرقم بنزل ها ثلاث شو بين الثلاث والاكس ضرب هاي ضرب وصلنا الاكس ها اول ما تصال الاكس شو بتحط محلها الرقم بدي اياه اثنين لكن ها ركز معي الاكس عليها قوة شو انت بدلت حطت محلها اثنين بتحط اثنين فوق اللي بدلتها ها وبتحط قوس في ناس بحط التربيع على القوس كابل لا لانه التربيع بس للاكس التربيع الثلاثة ملهاش علاقة بالتربيع يعني التربيع بس بخص الاكس كمل ناقص افتح قوس اثنين ضرب وصلت الاكس شو بحطنا حالها اثنين دائما اي رقم ملزق بالاكس شو بكون ملزقهم ضرب زائد واحد عندي اقواس الاولوي للأقواس ادخل على القوس الاول كل قوس بحلول حال دير بالك تستغل على غير الاولويات بكون حال غرض الاولويات هي همشي القوس قبل الضرب القوة او القوس قبل الضرب شو بقول ها بظن محظف اثنين تربيع ايه اثنين تربيع مش بضرب اوش تقولي ثلاث ضرب اثنين ستة تربيع خلط دير بالك الاولوية دائما للأس اثنين تربيع اربع هاي هون اثنين تربيع اربع خلصت القوس بعدين بضرب كدش فيها اتناعش شوفت كيف إذن بنفذ الأس بعدين بضرق 2 أس 2 4 ضرب 3 12 ناقص 2 ضرب 2 4 زائد 1 يلا إلا عندي ثلاث أرقام العملية سهلة جدا أي رقم ما فيش قدامه مشهر بكل زائد اشتغلك كل رقمين لحال بس بكفيك 12 ناقص 4 عشرات مختلفة يمنطرح أستاذنا طيب حاط اطرح 12 ناقص 4 ثمانية من الأكبر الموجب ولا السالب ولا الموجب بنزل زائد 1 صار المتشابهات شو بطلع جوابك 9 قد السالب اللي هي أقوى سالب 2 يلا F السالب 2 يلا يا عمري طبق 3 بتنزل ضرب وصلت الـ X السالب ماهر حط محلة سالب 2 بس الـ X عليها تربية بحط تربية عن أنت اللي بدلتها أنت بدلت الـ X شو فوق الـ X تحطه فوق اللي بدلته سوق ناقص بفتح قوس 2 ضرب سالب 2 زائد 1 كل قوس بجاوبه لحال كل قوس بجاوبه لحال تعال على القوس الأول أبدأ بالقوة سالب مع زوجي يهمل السالب بش يهمل الزوجي كلاس بهمي القوة غلط سالب 2 تربيع 4 السالب مع التربيع يهمل 4 ضرب 3 12 يعني القوس الأول مرة ثاني سالب عليه تربيع طنش السالب 2 تربيع 4 ضرب 3 12 ناقص موجب ضرب سالب سالب 2 ضرب 2 4 زائد 1 دايماً يا عمري يبلشي بالمتتابعات أخذناهن شوف تسالبين ورا بعض شو بصيروا دايماً هذور بتبدلن نحط محل زائد 12 زائد 4 16 زائد 1 شو بطلع جوابك 17 كمان واحدة نأخذ الصفر F 0 عهد 0 زي وزي أي رقم عوض هاي الاقتران 3 ضرب شو بدي حطه دايماً بحطه رقم هذ صفر بس الـ X عليها تربيع بحط تربيع انزل ناقص 2 ضرب صفر زائد 1 كل قوس بجاوبه لحال كل قوس بجاوب لحال يلا صفر تربيع صفر ضرب 3 صفر ناقص 2 ضرب صفر صفر زائد 1 شو بطلع جوابك واحد لان الصفار بلقي اللي شقيم إذن هذا هو التربيع كمان مثال عشان الحلوين هذا مثال حلو يلا F الـ X يساق هذا سؤال قوي واحد ناقص 3 X تربيع زائد 2 X حلوس عكسنا لما تعكس بات الطلاب يخربط يلا جد ما يلي بدي F الواحد F الاثنين حاط F السالب واحد تحطنا كل أرقام F السالب 2 و F الصفر كل الأرقام كبيرة نبدأ يا عمري F الواحد يعني كل X موجودة في السؤال شو بتحط محلها واحد يعني بلك تبدل هاي وتبدل هاي كلها دايما ببلش قص طيب الان يا عمري نبدأ شو معنا F الواحد يعني روح على الاقتران وكل X شو بتحط محلها واحد يلا الواحد بنزل ناقص بنزل الثلاث بتنزل شو بين الثلاث والX في ضرب هاي بحط ضرب يلا شو بيك تحط هنا واحد شو فوق الواحد فوق الX بحطه هنا بتعامل بالأقوات شوف كيف مرة ثانية كيف سوى تسلمها الأرقام بتنزل السالب بتنزل الثلاث نزلت شو بين الثلاث والليك شو ضرب بدل لك شو وحط محلها واحد تربيع زائد نفتح قوس اثنين ضرب واحد الان تتجاوب جمد الان ببلش بالأقواص كيف عمبرش أقواص يعني اللي اللي بكون علاقته مش أقواص ضرب خلي آخر شي الواحد تنزل والناقص تنزل خش على القوس الأولوي دائما للقوة واحد تربيع واحد واحد تبضرب ثلاث ثلاث زائد اثنين ضرب واحد اثنين السالبون في عجقة صار عندي أرقام كثيرة ولا عجقة ولا بطيخ الرقم اللي فيش قدامه إشارة حطه قدامه إشارة هاي هاي زائد واشي بساوي غضون الثنتين مع بعض واحد ناقص ثلاث واحد ناقص لأشارات مختلفة بطرح وقت الشارات الأكبر هاي سالب الثنين زائد الثنين شو بطلع جوابي صفر شو تمح لها طيب الآن اف لاثنين شو بدأ نعمل بدأ نأخذ اف لاثنين شو عن اف لاثنين يعني صوت لاثنين نفس الشي شرح يلا يمكن كل لونها مش واضح خلنجرب الأسود زي ما ما جربنا أسود واحد ناقص يلا ثلاث ضرب شو بدأ حط بضل اكس هاي اثنين بس تربيع شوفت كيف زائد ها بفتح قوس اثنين ضرب اثنين كل قوس جاوبها لحال كل قوس بتجاوبوا لحال يلا يلا يا عمري الواحد منزل يلا خش على القوس الأولوي دائما للأس خلاص بيش دعنا نحط لقوا ها سمحنا نجاوبها الأولوي دائما للأس اثنين تربيع اربعة اثنين تربيع ثلاث اثناش شو تنسلها بتنزل الزائد اثنين ضرب اثنين اربعة السابع عندي ثلاث ارقام طيب بلش باول رقمين لحال واحد ناقص اثناش اشارات مختلفة منطرح هذول ثم تشتغلين في بعض واحد ناقص اثناش اشارات مختلفة منطرح منوخد اشارة الاكبر واحد ناقص اثناش اللي هو سالب اهدعش زائد اربعة ها اشارات مختلفة شو بنعمل منطرح منوخد اشارة الاكبر سالب ادعش زائد اربعة شو بتلعجبك هون سالب سبعة يلا دور السالب واحد نفس الاشي بك تعوض ساعدني يلا الواحد بنزل ناقص ثلاث وصلت الاشي بحط اشارة ضرب سالب واحد ها تربيع عليه هاي قوس زائد اثنين في سالب واحد كل قوس لحال يلا يا عمري الواحد بنزل ناقص خش على القوس خش على القوس هذا دائما الاولوية للقوة الاولوية للقوة سالب واحد تربيع ها سالب واحد تربيع واحد لانه السالب مع التربيع بروح سالب مع التربيع بروح سالب واحد تربيع واحد واحد ضرب ثلاث ثلاث زائد اثنين ضرب سالب واحد سالب اثنين دائما انا بحب ازلط المتتابعات زلط المتتابعات وشو بصير زائد وراها ناقص تصير ناقص طب سالب ثلاث نث터 القان طيب ماشي واحد ناقص ثلاث بلش هضر ربقمين اللحال بس واحد ناقص ثلاث إشارات مختلفة بنطرح اللي هو سالب اثنين وهاي سالب اثنين مرة ثانية واحد ناقص ثلاث إشارات مختلفة منطرح اثنين ميل أكبر السالب وهذول الثنتين بدل حطتهم على الانسان صافة جوابك سالب اثنين جواب هذول الثنتين مع سالب اثنين إشارات متشابهة منجمع ونأخذ نفس الإشارة تعالي على السالب اثنين يلا طبق واحد ناقص ثلاث ضرب سالب اثنين تربيع سكر القوس سائد شو الاخترال هايوه زائد اثنين اكس يعني زائد اثنين ضرب سالب اثنين يلا لطلاب بعض عاحب لا تكتك عليها تكتك دائما الاولوية لا تضربوش بجمد الواحد ناقص وادخل جوا القوس سالب عليه تربيع يهمل السالب سالب عليه تربيع يهمل سالب اثنين تربيع اربع اربع ضرب ثلاث اثناش مرة ثانية سالب اثنين تربيع السالب يهمل لحاله اثنين تربيع اربع ضرب ثلاث اثناش زائد موجب ضرب سالب سالب اربع ضبط المتتابعات هور شو بصيرين سالب. يعني عشان تفهم اكثر نزل الخطوة الانضيفة واحد ناقص ناقص اربعة. واحد ناقص اطناعش ناقص اربعة هاي شو شاركة زائد. بشتر بظل ثمتين لحن. وهي بعدين لحن. واحد ناقص اطناعش سالب اهدعش. ليش? شارات مختلفة نقطع نقطع شاركة اكبر. ناقص اربعة. شو بطلع جوابك? سالب خمسة عشر. الشارات متشابهة من الجمعة. نوقض اخر شي الصفر. اي اف الصفر. لهو ثلاثة. لا في عندي واحد اول شي. هاي الاقتران. واحد. ناقص. افتح قوس. ثلاثة ضرب. صفر تربيع. زائد اثنين ضرب صفر. اتاكد لي من الاقتران فوق. ايوه. اثنين اكس يا عمري. مزموط. يلا. الان بلس جاوب. الواحد بنزل. ناقص. اي اشي ضرب صفر صفر. اي اشي ضرب صفر صفر. دائما الاصفار بل انش قيمة. شو بضل جوابك? الرقم لحالك. تتربك الرقم هي اشارته قدامك. تقول لي سالب. هي اشارة الواحد. الاصفار كلهم بروح مع اشاراتهم بضل الرقم مع اشارته. في عندي سؤال واجب لكم. وننهي حسط اليوم. شو تكامل? اه عفوا. اف ال اكس. يساوي. ثلاث ناقص اكس ناقص اكس تربية. حلو هذا السؤال. بدي الكل يحل اللي اياه. يبعث الاجابات ان شاء الله. جد ما يلي. بدي. اف الواحد. اف الاثنين. اف السالب واحد. و اف السالب اثنين. و اف الصفر. هذولا خمس مطاليب بديان الحصة الجاية. طبعا احنا ما عندنا مستمرين. ظل عندنا الاقتران التكعيبي. والتشعيبي. والثابت. راح لوغضوا الحصة الجاية ان شاء الله. زي ما وعد لكم. احنا بناشى نطول حصة التأسيس. لازل تكون كل حصة مص ساعة حتى الطلاب ما يزهقوا. وما يملوا. ويقدر يراجع اول واول. نستودعكم الله. والسلام عليكم.